اشتركوا في القناة كل واحد مننا هو مزيج من الأفكار، الأحلام، الطموحات، العواطف والطاقات تجتمم في عقل وجسد وروح بعضنا يشع طاقة إيجابية كالشمس يضفي حياة مرحا بهاء لكل ما حوله أما البعض الآخر فمنطفئ مليء بالطاقة السلبية من منا لا يطوق لأن يشع إيجابية؟ كلنا أكيد صح؟ صحيح إلا أن بعضنا قد يلوم القدر أو الظروف أو فلان أو علان على ما آلت به الأحوال وعلى طاقته المنطفئة الكثير من الأسئلات استنبت في أذهاننا اليوم سنكتشف أسرار روح وطاقاتها خليكم معنا مشاهدينا بدي أرحب في ضيف حلقتنا اليوم أستاذ فراس عبيد ميسر في مجال الطاقة الإيجابية ومؤلف كتاب الوعي السابع أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا وكمان بدي أرحب بضيوفنا وجمهونا من جامعة الخطر المفتوحة أهلا وسهلا فيكم نورتونا بلوزيون فلسطين أستاذ فراس قبل ما نحكي عن الطاقة الإيجابية بتفاصيلها خلينا نحكي عن وضعنا كشعب فلسطيني تحت احتلال على مدى عقود عديدة مضت عنينا من الحروب والمقاسي كيف بدنا نفصل ويعني نتمتع نتحلى بالطاقة الإيجابية ونبعد عن السلبية كيف نتمتع بالطاقة الإيجابية في عدة مداخل لهذا الموضوع يعني من ضمن هاي المداخل مثلا أنه كل ما في الكون يعطينا طاقة إيجابية كل شيء شو بدك في هذا الكون هو إيجابي يعني المشي الأكل الشمس وجود الناس مع بعض الأطفال الرياضة الأحجار الكريمة الألوان النوم تصميم الجسم الذكاء البشري قدرة الإنسان على الصمود وعلى التجدد بعد كل ضربة تنوع الطبيعة كل شيء في الدنيا يعطينا طاقة إيجابية طيب لو سألنا إذن منين بتيجي الطاقة السلبية طاقة السلبية بتيجي من جهل الإنسان من تفكيره الخاطئ سواء كان هذا الإنسان فرد أو مؤسسة أو دولة فهون من هون بينبع الجهل من طريقة التفكير أما الكون بما فيه بتكويناته الأساسية والأصلية هو متوازن ونقي وإيجابي جزء الآخر من كلامك أنه موضوع الشعب الفلسطيني بيعاني من عشرات السنوات وهكذا ومناء ما ننسى كمان طلعين من كورونا أو لسه ما نعاني من كورونا برضو هذا بيعطينا نوع من السبب يعني نحكي هنا عن الحروب والأمراض والاستعمار وإلى آخره من الكوارث أو الضربات أو النكبات التي تصيب البشرية كوكب الأرض تعرض من قديم الأزمنة للحروب والأمراض ولكوارث كثيرة مثل الزلازل فيعني الذي يحدث في العالم المعاصر ليس غريبا عن تاريخ كوكب الأرض هلأ ميزة الإنسان سواء الفلسطيني أو غير الفلسطيني ميزة الإنسان أنه قادر على الصمود وقادر على النهوض بعد كل ضربة هذا شيء عظيم وهذه الخاصية معطالة الإنسان من الخالق يعني هي موجودة في تكوين الإنسان فمهما واجه الإنسان من صعاب سواء من استعمار سواء من أمراض من فقر من تخلف اجتماعي من تغولات سياسية أي أن كان هذا الخلل الإنسان قادر على الابتكار على وضع الحلول في هذه الطاقة العجيبة المدهشة يعني حتى الطفل بيقاوم وفي هذا السياق أحب أذكر دايما مقولة جميلة للفلسوف أرسطو سئل أرسطو قديما هو فيلسوف شغل العالم في أيامه يعني سألوا تلميذه وقالوا له أنت فيلسوف عظيم فعلى ماذا تنبني مبادئك أنت عشو عايش شو المبادئ العايش عليها فقال لهم هناك مبدأين أنا عايش عليهم قالوا له شو الأول قال لهم الأول لا تستسلم قالوا له طب شو التاني قال لهم لا تنسوا المبدأ الأول أبدا كيف؟ هذا الوعي بعزز هذه الخاصية اللي عندنا أنه الإنسان مخلوق غير قابل للهزيمة إلا إذا هو قرر أن يهزم يعني ما بستسلم أبدا إلا إذا هو قرر لذلك أرنست هامينغوير رواية الأمريكي المشهور بيقول إيش بيقول الإنسان يمكن تدميره ولكن لا يمكن هزيمته تقدر تجيب شكوش تضرب عراصه بموت لكن إنك تهزمه لا يمكن تهزم إنسان لأنه مزود بطاقات هائلة جدا في التكوين تبعه اللي هو تكوين روحي معطئ له من السماء تكوين روحي فذ يعني صعب تهزم إنسان صعب صعب طب أستاذ فراس خلينا نحكي تفاصيل التفاصيل في كتابك في الوعي السابع أنت ذاكر من وسائل الحفاظ على حق للطاقة البشرية الرياضة تجنب الإرهاق أخذ قصوط من الراحة شو كمان؟ طبعا هي في دوائر للتوازن البشري حتى يكون الإنسان طاقته إيجابية ومتوازن في دوائر لازم يحافظ عليها مثلا من ضمنها الدائرة البيولوجية الدائرة البيولوجية اللي هي خاصة بالجسم تحديدا أنه مثلا إذا نمت بعد الساعة 12 يعني الساعة 1 أو الساعة 3 الصبح طبعا سيختل نظامك البيولوجي النفسي في اليوم التالي ففي أشياء بتخل بنظامنا حتى لو نمت ساعة كافية حتى لو نمت ساعة الفاضي طبعا الفاضي لأن الساعات المفيدة هي الساعات قبل الساعة 12 يعني الساعة 11 مساء هي الساعة اللي بيبلش فيها هرمون الميلاتونين هذا يفرز وبيصير اتساق مع المنظومة الكونية وبالتالي هذا هو الساعة المخصصة للنوم للبشر ضمن الكائنات أو ضمن المنظومة الكونية يعني نحن مش منفصلين عن المنظومة الكونية كذلك إذا ضل البني آدم يمسك هذا الجهاز الخبيث اللعين ماسكه ساعتين ثلاث طبعا هذا رح يسبب له حساسية بالعين ورح يسبب خلل في موجات الدماغ ورح يسبب مشاكل بالكتاف وفي الرقبة وطبعا نوع من بضع في الذكاء أيضا هذا الاستعمال الشاشات الإلكترونية سواء للكبار أو للصغار طبعا الصغار أخطر العيادات الآن معبية أطفال عشان استعمال هاي الأشياء الشاشات فهذا إضرار بالدائرة البيولوجية بتوازن الدائرة البيولوجية زي كمان الأكل في غير موعده مثلا أو الأكل الخاطئ أو الاكثار من الكفايين أو التدخين عموما مثلا هاي الدائرة البيولوجية هلا فيه دوائر تانية أيضا للتوازن اللي بتعطينا طاقة اللي هي الدائرة الاجتماعية الدائرة الاجتماعية أنه أنت لازم ما تكون إنسان عنيف يعني ما تتعامل مع الناس بعنف بردة فعل زيادة أوفر يعني ما تكون مؤذي ما تكون خبيث ليش؟ لأنه أي فعل بيقوم فيه الإنسان هو لا يذهب إلى الفراغ هو يرتد هناك مدام فيه إرسال يعني أرسلت رح تعاود ترجع لك الموجة الموجة ترتد والإنسان كائن يرد يعني كائن له رد فعل فيش إنسان ما إلوهش رد فعل حتى لو سكت بيان لك أنه ساكت ممكن أضعف ردود الفعل أنه يضل من جوه عنده طاقة سلبية تجاه الشخص اللي أذاه وهذه الطاقة تنتقل للشخص اللي أذاه على شكل موجات بتأذيه يعني فهذا طبعا أبسط طوق الرد يعني الناس كثير منهم معظمهم عنيفين يعني إيه اللي بيسب واللي بضرب واللي بتآمر فبالتالي أنت في الدائرة الاجتماعية لما تكون في جماعة سواء في طلاب جامعة أو في شغل مؤسسة زي التلفزيون أو أي مكان يعني بدك إياه إذا أنت تسببت بالأذى قولا أو فعلا أو تآمرا لأي شخص تستغربش أن هذا الشخص ردلك إياها يعني وممكن ردلك إياها أضعاف مضاعفة وبالتالي دائرة التوازن الاجتماعي هذه دائرة التوازن أنت كن أخلاقيا يعني كن مستقيما كن مستقيما داخلك داخلك وخارجك يعني مش من بره مستقيم وكويس ومن جوه خبيث ومتآمر لا ما بزبط يعني لأنه يكشف هذا لاحقا والصفاء الداخلي النقاء الداخلي هذا بيعمل أكبر طاقة إيجابية عند الإنسان يعني لذلك الإنسان المتآمر والخبيث والمؤذي هذا من جوه طاقته سلبية وبالتالي هو مش مرتاح ما بيكون مرتاح وبيضل رأسه يوجعه لأنه الطاقة السلبية بتيجي هون من الدماغ يعني أنه من كتر ما بفكر بالشر بينعكس هون فبيصير رأسه دايما يوجعه فأحسن طريقة للتوازن و للحفاظ على الطاقة الإيجابية أنه تتعامل مع الناس منيح يعني وتكون مستقيم معهم وما تكون عنيف في ردود فعلك يعني فيش داعي يعني واحد يعني سمعك كلمة ما عجبتك فيش داعي تضربه يعني يعني خلي الرد يعني قريب من نوع الإشي اللي أعطاكي الشخص الآخر كمان فيه شغلة مهمة جدا في الدائرة الاجتماعية ممكن نحكي أيضا عن إشي مهم جدا اللي هو دائرة الغضب دائرة الغضب ثواني بتفصل الإنسان عن لحظة الغضب عن الدخول في لحظة الغضب وإذا دخل لحظة الغضب خلص العقل ببطل خاضع لسيطرة الذات بتصير الذات خاضعة لسيطرة الهرمونات شو نعمل بهاي الحالة طيب بهاي الحالة طبعا هذا إشي مهم وهي طبعا أكتر أمثل عليها موضوع الإسواقة يعني الشباب البسوقوا الإسواقة في بلادنا إشي بزعج يعني إذا واحد سبق واحد والدخل يريت مسبات ممكن ينزل تصير طوشة ممكن تصير دم ممكن تصير شرطة ممكن تصير جريمة قتل ممكن تصير عطاوي تخيلي طبعا التنين بيكونوا بيعرفوش بعض أصلا يعني أنت مارق طريق وهو مارق طريق هلأ شو اللي بيصير هون طلعي كيف اللي بيصير يعني أعطي مثال كمان عشان ما نكونش نظريين كتير واحد صديق إليه ماشي بشارع يعني خط واحد اتجاه واحد ماشي عادي بسرعة طبيعية ومعقولة فجأة طلع قدامه شاب بالاتجاه المعاكس والشاب طبعا يعني عنده هيك طاقة الشباب طبعا مش كل الشباب هيك يعني عنده رعونة رعونة معينة يعني فالمهم الشاب بدوش يرجع بدوش يرجع وصار طبعا يعمل حركات ويرفع راسه هيك ويوجه نظرات حد للسائق يعني السائق زلمة يعني كبير محترم وهيك يعني وشايف انه هو شاب يعني متنمرد وفاير ومش مثقف على ما يبدو مش مؤهل كتير يعني هيك في التعامل وماشي بدو يا يفتح الطريق غصبا عنه فهذا الزلماء هو صديق إلي يعني فكر في الموضوع قال لي أنا شفت الوضع هيك وهذا الشاب مستشر يعني فوق ما إنه داخل الطريق غلط فقال لي أنا رجعت 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 وفتحت له الطريق ومرأ هلا الشاب بعد ما مرأ طبعا هو ومبسط يعني كأنه انتصر شي عظيم يعني عمل يعني هيك بالنسبة إله حسب لغة الواجه تبعته وحركاته هلا الزلم ما شو بقول لي بقول لي أنا في في هديك اللحظة يعني عدت أفكر إذا أنا بدي أحكي معه وإلا أطلع في عينيه لأنه إذا مجرد اطلعت في عينيه أنت سويت اتصال بصري وبالتالي هذا ممكن يعمل نزاع إذا اطلعت عليه أو إذا نزلت له من السيارة مشكلة أكتر إذا حكيت برضو مشكلة على جميع الجهات مش خالص فهو فكر قال لك أنا هذا الزلم لا بعرفني ولا بعرفه وواضح أنه جاهل يعني وبيستخدم العنف كألية لحل النزاعات النزاعات الداخلية فقال لي أنا فكرت إنه كلها ثواني ثواني والموقف بنتهي وأنا برجع لحياتي ولشغلي ولبيتي ولمستقبلي فهي النقطة هول ذكي فيها وهي اللي بننبه عليها إنه هي ثواني بتفصل بين لحظة دخولك في المعركة أو دائرة الغضب أو الشر وبين إنك ما تدخلها ثواني بس فكر إنه هذا الشخص أنت بتعرفه شو بتستفيد إذا بدك تضربه أو تكسر راسه وبعدها ممكن أنت تدخل في متاهة لسنوات طويلة ما بين شرطة والسجين وعطاوي فهي دائرة الغضب هي دائرة خطيرة بتنطبق على كل إشي فأنت قبل ما تسبع إنسان قبل ما تضرب إنسان فكر منيح إنه هذا شو راح يأثر على مستقبلك في حال أنت فقدت أعصابك عن جد ورحت ضربته وكسرته ومات مثلا في ضربة أنت مش أوصدت موته مثلا وفي قصص كتير بهذا الجانب يعني أستاذ فراس بتآمن إنه ممكن شخص أو عدة أشخاص يكون لهم تأثير على شخصيتك أو خلينا نحكيها بطريقة أخرى يعني بيسموه مرات الحسد أو العين بتآمن في الحسد وشو يعني أعلم الطاقة كيف بتنظروا للحسد من أي زاوية يعني نعم نعم صحيح الحسد موجود طبعا الحسد هو طاقة سلبية موجهة من الدماغ من الدماغ وتنتقل عبر مسارات الطاقة وهاي بتكون موجهة بالنية أيضا النية هناك نية قوية إنه يأذي فالعقل يعني يقرر والطاقة تدعم والنية تحفز كل ما كانت النية قوية بيكون الحسد قوي يعني هذا موجود حقيقة يعني لأنه شو الحسد في النهاية والحسد هو طاقة يعني طاقة تمر لأنه إحنا أصلا كائنات نسبح في محيط من الطاقة كل شيء حوالينا طاقة يعني أنا حركت إيدي هيك كيف في طاقة عندي طاقة خلتني أحرك إيدي هيك يعني كل شيء طاقة أنا بحس فيك من خلال الطاقة شايفهم بحس فيهم من خلال الطاقة الطاقة بتربط الجسم بالوعي كيف نحمي حالنا من الحسد كل هاي الأمور عدة طرق الحماية من الحسد أول إشي الإيمان بقوة الذات قوة الذات أنه أنت إنسان قوي جدا لأنك إنسان ونقي يعني أنت روح إلهية هذا يعني أحد الأشياء الثانية أنك تكون أنت إنسان متوازن أصلا كيف يعني متوازن أنه صحتك منيحة ونفسيتك منيحة كيف يعني صحتك منيحة ونفسيتك منيحة يعني نظام الأكل عندك طبيعي وكويس نظامك البيولوجي كويس أنك ما بتصهر كتير يعني مثلا ما بتستنزف طاقة كتير ما بتدخن أو إذا بتدخن بتدخنش كتير كذلك تكون كيف فيه أشياء مثلا اللون الأزرق بشتة طاقة الحسد لأن طبيعة الموجة الزرقاء هيك بتشتت كمان فيه مأكلات معينة برضو بتشتت الطاقة الحاسدة يعني زي الموجودة في التمر مثلا فيه أيضا خواتم تلبس لتشتيت الطاقة السلبية مثل خاتم عين النمر هل ما نحكي عن الموجودة عننا هون يجيبهم على الستوديو أكيد نحكي عنهم مثلا قبل ما نحكي عن هاي الأشياء وبرضو مناخد برضو ممكن سؤال سؤالين للجمهور أستاذ فراس أنت حكي برضو في الكتاب عن أنه ما فيه سعادة من أي جانب من جوانب الحياة يعني صعب الإنسان يوصل لهذه السعادة الكاملة برضو حكي أنه توازن لا سعادة كيف هذا بتناقض أو بتوافق مع الحكي اللي كنا نحكيها لا عن الطاقة الإيجابية صحيح صحيح كيف سؤال جميل جدا يعني بعض الناس بيعتقدوا أنه كوكب الأرض هو الجنة أنه هاي هي الجنة يعني كل شيء بدي رح يصير زي ما بدي على مستوى المال على مستوى الحب على مستوى الزواج على مستوى الشغل على مستوى تفوق الاجتماعي والوجاهة والصعود الاجتماعي والموقع الاجتماعي يعني كل شيء بدي رح يصير هيك بتصوروا بعض الناس إنه هاي الجنة، هاي الجنة وأنا جاي على الجنة الحقيقة مش هيك يعني اللي بدرس تاريخ الكوكب وتاريخ البشر بيكتشف إنه هيك مش هدي مش الجنة يعني هذا كوكب فيه أشياء جميلة جدا يعني وفيه سعادة وفيه متعمدية واشياء حلوة ولكن ليس الجنة الجنة مش هون ولكن إحنا بنحكي عن جنة بديلة إحنا طبعين الطاقة الإيجابية بنقول فيه جنة بديلة وحقيقية مش يعني مش كذب إحنا بنعيشها وبنحس فيها الجنة الحقيقية أو الداخلية إنه أنت تتحصل داخلك على على مقدار عالي جدا من الفرح الداخلي والسعادة الداخلية والهدوء الداخلي والثبات الداخلي والسلام الداخلي بغض النظر عن ظروفك غني فقير يعني سعيد في حياتك الزوجية مش سعيد عندك حب ما عندكش حب عندك مصاري كتير ما عندكش عندك نفوذ اجتماعي ما عندكش بغض النظر عن كل هاي الأشياء أنت من جوة معبة مليان مليان فرح شو المصدر؟ من وين الفرح يجي؟ المصدر إذا ما في هاي الأمور يعني صح؟ المصدر هو تقدر تقولي حبك للكون حبك للكون بكل ما فيه وإيمانك أنه هذا الكون جميل وهذا الكون فيه إله مركز مركز عميق وعظيم جدا وهو الله الله هو المركز الكوني هو مركز التوازن كله هو مركز الجمال ويعني الجمال اللي في الكون والسعادة اللي في الكون مش كلها يعني مش في المصاري بس موجودة يعني ولا في يعني العلاقات الزوجية ولا في العلاقات العاطفية ولا في النفوذ ولا في المواقع العليا السعادة موجودة دائما لمجرد إنك مخلوق لمجرد إنه في إلك مظلة إلهية خلقتك وأتت بك إلى هذا الكوكب لمجرد إنك روح لمجرد إحساسك قديش أنت عظيم كمخلوق أنت عظيم لمجرد إنك مخلوق يعني ولمجرد إنه إلك توصيف إلهي يعني الروح هي أصلا مصدرها إلهي فإنت دع عنك الجسد ودع عنك متطلبات الحياة المادية والناس كي بتحب المظاهر وبتحب تجدد سيارات وتحب تلبس وبتحب تسافر وبتحب تستعرض هذا كله سيبه كله على جنب لأنه هذا كله هو القناع المادي يعني الإشي الحقيقي هو الجوهر يعني سبب السعادة للإنسان هو الأشياء الجوهرية مش الأشياء المش جوهرية المادية أو القشرية وبالتالي ممكن شخص يكون عايش في فيلا ومعه مصاري كثير وتعيس ممكن يكون متجوز واحدة جميلة جدا ويكون تعيس ما دخل ممكن مثلا عيلة وتتمتع بنفوذ كبير جدا في البلد برضو يكون تعيس القصة مش إنه المادة ما وراء المادة أنت كيف تنظر للأشياء كيف تنظر لإنسانيتك سر السعادة حقيقة هي في العطاء أن تعطي بلا مقابل وسر السعادة أيضا في الحب امنح الحب للجميع بلا مقابل وسر السعادة كذلك هي في التسليم لله واليقين بالله أنه الله معك وسر آخر أيضا في الوعي شو الوعي؟ الوعي أنه أنت جئت إلى كوكب الأرض لفترة مؤقتة ولمهمة محددة وبالتالي هذا وعي في غاية الأهمية أنه أنت موجود على الكوكب زائر أنت زائر وهذا الجسم هو مجرد أداة أو غلاف أو كما يقولون الإنسان هو روح في جسم وليس جسم في روح فرق كبير والفراعنة زمان وما حضرتهم روحانية الفراعنة كانوا يقولوا وكاتبينها على معابدهم الأهرامات كانوا يقولوا خطيئة الخطايا هي أن يتوقف الإنسان عن التطور في الوعي خطيئة الخطايا ما بصير تتوقف عن التطور في الوعي بالذات الوعي الروحي والوعي الفلسفي فإن أنت إذا فهمت الكوكب هذا كيف يشتغل وشو أنظمته الخفية وأنظمته الظاهرة فيه إلو أنظمة خفية وإلو أنظمة ظاهرة إذا فهمتها أنت في نعيم أكي أستاذ فراسدي أشكرك كثير على هذه المعلومات القيمة التي أعطيت لياها أريد أن أشكر جمهورنا من جامعة القدس المفتوحة أهلا وسأل فيكم وشرفتونا ونورتونا شكرا كثير على مشاركتكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة